اشتركوا في القناة 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 انا عندي دي كده طريقة لو انا قلتلك يا سيدي كبف رأس انا اشيل كلمة كبف وحط ما كانها كلمة بوخ معي ده والهالي بقى كده قول لي الجملة هتقول لي يا هير ايوا بوخ واحط بعدها ايه توت في خلاص طيب الجملة كده خلصت عايز اقول بدل ماين بوخ استخدم كلمة روكن اسمها ايه روكن يعني ضهر عايز اقول بالقلماني طيب ضهري يقلمني ضهري يقلمني اقولها ازاي هقول لك كل اللي هنعملوا ان احنا هنشيل كلمة بوخ زي ما عملنا كده وهقول ماين روكن اهي ماين روكن وحط بعدها توت في ولا تون في لأ توت في لانها مفرد لكن لو جمع هيبقى تون في يبقى تاني اول طريقة كده يبقى معي انا هستخدم فعل اسمه في تون فعل منفصل اجيب جزء من اجزاء الجسم احطه قبله مين اللي هي الملكية بتاعتي انا عشان اقول رأسي ضهري معدتي ولو مفرد اقول توت في جمع تون في باحفظ كده معي اول جزئية تقول لي مفرد توت في جمع تون في مرة كمان كده مفرد توت في جمع تون في طيب هاجي للطريقة التانية بقى اللي انا عبر بي عن الالام قال لي هنستخدم فعل هابن يعني عندي يمتلك لديه هصرفه معيش فاقول ايش ايه ايش هاب واجيب جزء لنجزاء الجسم والزق فيه كلمة شمارتسين يبقى بدل ما تبقى كوبف بس لاقي باسمها ايه كوبف شمارتسين فزي ما بقول مين كوبف توت في قال لي الطريقة التانية هتساوي النحة التانية ايش هاب كوبف شمارتسين مرة كمان كده مين كوبف توت في اقول ايش هاب كوبف شمارتسين طب ما نقدر عملها بقى في كله ايه اقول ايه زي ما بقول مين بوخ مين بوخ توت في هتقول علي بالطريقة دي ازاي هتقول لي ايه ايش هاب وبعد كده هجيب كلمة بوخ والزق فيها كلمة شمارتسين تبقى كلمة واحدة يبقى ايش هاب بوخ شمارتسين ده انا عندي مغص بما ان كلمة بوخ يعني مادة فبوخ شمارتسين هنقول عليها مغص او قلام المادة طب مين روكن مين روكن توت في بالطريقة دي اقولها ازاي هه وعلطول كده اسرع ايش هاب روكن شمارتسين طب مين هالست توت في اقول ليه ايش هالست شمارتسين طب اور هه مين اور توت في نحية التانية ايش هاب بس اقولها اوغ ان شمارتسين بيتيجي بشكل الجامع على طب مع كل من شمارتسين فاقول اشهاب اوغن. طب لما تيجي على كلمة هند بقى وتقولها بالطريقة بتاعة هتقول ماين? لأ. تقول لي ماين. طب ليه ماين مش ماين? قال لي عشان كلمة هند اداتها دي. فلازم انا اقول ماين يبقى ماين كملكية بيجي بعدها يا اما مؤنس يا اما جمع. فاقول ماين هند طب هي كده جمع ولا مؤنس? لأ مؤنس مفرد. يبقى ماين هند توت في. طب الناحة التانية هي رأقول ايه? لآخر الطريقة. طيب خلصنا من جزئية كده ان انا قدرت اعبر بيه عن الالام. انا لو جيت للسيادتك دلوقتي قلت لك حطي لي في جملة. اه خلاص ماين كوب في توت في. طب حطي لي في جملة. اه ماين كوب في توت في. اه هي هي نفس الجملة. طب اقول ايشهاب في شمارتسن. فانا قدرت استغل الاجزاء دي في ان انا اقدر احط كلمات في جمل. ودي طبعا هتفيدني في موضوع التعبير. هنمشي على كده في نفس الموضوع انا عندي فعل اسمه. او الزين. او الزين. معناه يبدو. وده برضو فعل منفصل. يبقى تقول لي يا هيرا استخدمه ازاي? زين. وفي اخر الجملة. اوس. من ضمن الاسئلة اللي بتجيلي في الامتحام مثلا في سؤال الايمين. ان انا اسأل حد بقول له. تاني. كيف تبدو قدمك? خلاص كده? طب الرد. اه كنا بنقول السنة اللي فاتت. لما رجع رد على اي سؤال بدي بأدات الاستفام. خط تحت ادات الاستفام. واركنها على جنب. واعمل مقص. دين تبقى مين. فضين فوس زيد. دين فوس تبقى مين فوس زيد. اجاوب بقى الاول بعد كده احط في الاخر المقطع اللي هو مين? اوس. ليه? لان انا لازم ان المقطع ييجي اخر الجملة. فيبقى الرد على السؤال مين فوس. مين فوس زيد. زو قدمي تبدو سيئة للغاية. خد بالك من الجزئية دي برضو. دي كلها فورت شاتس عند السيادتك. لازم ان تبقى حافظها فانا مدخلة للسيادتك كده في قلب المحتوى بشكل لذيذ يخلى حضرتك تحفظ الجزئية بشكل اسرع. لما اجا اقولك في الالماني ارتست ترمين. طبعا ارتست ترمين. انا دايما هاجي قبل ترمين وحط اداة النكر اين فتبقى اين ارتست ترمين. معناها معاد الدكتور. اللي بتساوي اين ترمين بايم ارتست. يعني معاد عند الدكتور. يبقى انا الصيغة دي بالنسبة لي هي هي الصيغة دي. معنديش اختلاف. ارتست ترمين هي هي اين ترمين بايم ارتست. معاد الدكتور او معاد عند الدكتور. طب لما اجا اقولك فريزور ترمين معاد كوافير. يبقى تقولي ايه? اين ترمين بايم فريزور. يبقى ما تنساش ان حرف الجر بايم بيجي بعض وظائف بمعنى عند او العند فلان عند الدكتور عند الكوافير عند المدارس لاخر الحوار طيب خد بالك من الافعال اللي بتيجي مع الترمين الترمين اللي هو المعاد لما اوز استخدم جملة تخص الترمين المعاد عايز اقول انا محتاج معاد عندي معاد هلغي معاد هغير معاد اقول هزاي بالالماني فقال انا احفظ الافعال اللي بتيجي مع كلمة ترمين وهقول لك برضو هنا واكد عليك هو بما ان كلمة ترمين دايما هتجي مفعول هتيجي مفعول ان انا هقول انا عندي معاد ففيotsي امى دين يامى اينن. طبعا بما ان جي اقبلها اينن يبقى كلمة دي اصلا ادتها دير واللي اداته دير في المفعول بيتحول من دير لدين واللي يجى قبله دير ناكرة معرفة يجى قبله اين ناكرة انا فقا مش عايزك تدخل بالتفصيلة دي لكن كل اللي يحاول انfferه د للوقتي ان علigned معاد علاج معاد علاج معاد وعائز اختِدغم جواب علاج معاد علاج معاد يحتاج فتقول إيش براوخة أنا محتاج أيين ترمين بايم أرس يعني أنا محتاج معادة عند الدكتور طب تعال بص معايا كده نظرة سريعة على أفعال الترمين الستة احنا نقول بقى الستة أفعال بتوع الترمين تقول لي فر أين بار اسمه إيه؟ فر أين باغن تاني فر أين باغن يتفق هابن براوخن أبزاجن اندرن فرشيبن أوف تاني فرشيبن أوف فرشيبن هو فعلا فرشيبن معناه يؤجل طبعا حرف الجر أوف بيجي معاه مكمل لمعناه يعني هو مش أساسي في الوجود لكن أنا مثلا معاوز أقول يؤجل بس يبقى فرشيبن لكن أنا وعايز أقول أجل لوقتي فلاني فبستخدم حرف جر اسمه أوف ده اسمه حرف جر مكمل للمعنى زي ما في الإنجليش كده حضرتك بتقول look at أنا برضه أقول look بس فأنا أقول فرشيبن بس أو فرشيبن أوف بمعناه يؤجل لي يجي بعدها ظرف زمان طيب أنا عندي دول الستة أفعال دول بتوء الترمين طيب خد بالك بقى إحنا لما نيجي نستخدم برغوخن يحتاج أو هابن عندي أنا بستخدمهم في المركز التاني بشكل عادي جدا أقول إش برغوخة إيش هابة لكن لما جاستخدم الأربع أفعال البقين دول بستخدم في المركز التاني معهم فعلي ناقص فبقول إيش مشت أنا أرغب بعد كده مثلا بقول معاد عند الدكتور وهم حطت في آخر الجملة فعل في المصدر من الأربع يعني مثلا شموشت أين انترمين بايم أرتست أبزاجن ده أنا عايز ألغي معاد عند الدكتور شموشت أين انترمين بايم أرتست اندر ده أنا عايز أغير معاد عند الدكتور طب بص باسي دي الأجزاء اللي جاية دي أحتاجها جدا في المواقف لازم أن تبقى متفاهمة كويس قوي أنا لما أقول مثلا بالألماني إيش برغوخة أين انترمين إيش برغوخة أين انترمين أنا محتاج إيه معاد طيب قال لي دي بالنسبة لي بتساوي إيه أنا عايز أقول جملة بالأفعال اللي فوق دي أقولها إزاي يعني هي هتساوي معايا إيه قال لي لو أنا قلت إيش برغوخة أين انترمين أنا محتاج معاد هي هي إيش مشت ما فيش أملوت ميرش إيش مشت أين انترمين أين انترمين معاد بقى وخلاص من غير عند الدكتور وحط في آخر الجملة مصدر فر أين باغن يعني يتفق يبقى إيش مشت أين انترمين فر أين باغن هي هي إيش برغوخة أين انترمين يعني أنا محتاج معاد عايز أتفق على معاد طب أنا لو أنا قلت أنا هحط دلوقتي الجملة هنا المقابلة لمعنى أنا مش جاي إيش كان لايدر نشتكومن إيش كان لايدر نشتكومن والله أنا مش جاي هي هي بالنسبة لإيه قال لي هي هي بالنسبة لإن أنا أقول بالألماني أنا هلغل إيه المعاد طب أقولها إزاي بقى بالألماني برضه اقول ايش ايه? اقول ايش? ها? مشت. خد بالك ان المشت قوة عليها قملوت. ماشي? ايش مشت? اين ترمين? او طبعا ممكن هنا اقول بقى مما ان انا اقول انا هلغي ايه المعات? فبدل اين اقول دين? يبقى ايش مشت دين ترمين? واجه في اخر الجملة ارمي ايه? ابزاج يلغي. بقى انا بالنسبة لي لو انا قلت انا هلغي الايه? المعات هي هي النتيجة بتاعتها ايش كلايدة? نشت كومنت ده انا مش هقدر ايجي. طب لما اقول ايش مشت? هادي مشت ايه? بوملوت. ايش مشت? دين ترمين? اوف مورجن فرشيبن. ده انا عايز ا اجل المعات لبكرة. يبقى هي هي بالنسبة لي انا عايز اغير الايه? المعات خد بالك لما جينا استخدمنا حرف الجر اوف مع فعلي فرشيبن استخدمناه قبله ومش بعده. لان انا في النهاية لازم يتيجي حاجة بعد المصدر. فقلت اوف مورجن فرشيبن ما ينفعش اقول فرشيبن وبعدها اوف ايه مورجن. انا لما اقول بالالماني اش مشت دين ترمين اوف مورجن فرشيبن. يعني انا عايز ااجل اه المعات لبكرة يبقى انا كده بالنسبة لي انا بغير الايه المعات. بالزبط كده فهستخدم فعل اندرن. فعل اندرن يعني يغير المعات. فاجي اخر الجملة. بقول اه ايش مشت دين ترمين المعات ترمين. وارمي في اخر الجملة ايه اندرن يعني يغير. برضو الا عليها قملاوت. طيب انا كده بالنسبة لي اخلصت اولا من جزئه الترمين المعات ان انا اقول بالالماني. ايش هابا اين ان ترمين عندي معاد. ايش بوخة اين ان ترمين محتاج معاد? هالغي معاد ااجل معاد احط الفعل في المصدر في اخر الجملة اقول في المركز الثاني ايش ايه. مشت طبعا مشت ده فعل ناقص انا ممكن اقول مثلا ايش مس لزما وده برضو فعل ناقص بس بدل ما انا بقول انا عايز الغي المعد لا بقول انا لازماً ايه? الغي المعد عادي جدا. طيب. لما أعوز اسأل الدكتور على معاد فاضي. حrolled اتصل بالدكتور كده واحد سيح في دمه فهiosa تصيب بالدكتور اقول له يا دكتور عندي ستكموا معاد فاضي. اقولها ازاي? يقولك تاني كده يا دكتور عندي ساتكموا عاد ايه? فاضي. فطبعا الطبيقة ان الدكتور هي رد عليها. اما يقول لي يا اما يقول لي. ممكن يجي يقول لي يا يا أم زي بنقور ان شاء الله احنا عندنا معاد فغي فاضي خد بالك من كلمة فغي فاضي احنا عندنا معاد فاضي فغي الساعة سبعة فالطبيعي ان انا هيبقى ليه ردنا كمان يعني انا سألته الاول السؤال ده يا دكتور عندي السيادتك معاد فاضي هيش معايا كده موقف عشان لما تيجي تحل المواقف تبقى بتحل وانت فاهم ها بن زي اين انترمين فغي عندك معاد فاضي يا دكتور فالدكتور يقول لي يا أم زي بنقور ام اخ تقور الساعة كذا عندي معاد فالطبيعي ان انا لو مناسبني معاد اقول داس باست داس جيت داس باست او داس جيت يبقى داس باست داس جيت او مناسب طب مش مناسبني داس باست نيشت احط في اخر الجملة نيشت او داس جيت نيشت طب ممكن الدكتور يصدمني يقول لي ناين كاينتر مين فغي لا والله للأسف ما عنديش مواعيد ايه فاضي يا فاهم زعف وش كده اقول له ايه درينجنت اقول له ايه كلمة درينجنت يعني حالة طريقة اقول له اس است فاهم الاأواندة او ممكن اقول له درينجنت فقط يا دكتور والله دي حالة ايه طريقة طيب اخد بقى كده الجزئية اللي جاى معايا انا كده فهمت لمعاوج اسأل الدكتور على معاد اقول له ايه معاد فاضي فاهم الدكتور يقول لي ا around اقول له، داس باست داس جيت مش مناسبني المعاد اقول له داس باست نيشت ولو الدكتور صدامني يقول درينجنت حاله طريقه طب انا عايز اقول بقى اناريح للدكتور بقى اخطوا لك موضع التعبير يجي ولك حط التصوم helever طب اقول لها زاهرا اقول اش جاء هره اش جاءه اش جاءه تصوم 마스�م يعني انا ال� całeسر الدكتور وصلت للقiennent السلي السنة كده عند الدكتور انته انه فن عنده الدكتور طب عشان اقول بدل الالمني انا عند الدكتور اقول اح ابن بايم ارت Obs تاني كده اش بايم اهlem orange ,つiv تيجي في النتحان يقول لي سيادتك ايه؟. في موضوع التعبير، استخدم لي في بتجملة يفحص في جملة Moi. بأنا استخدم ازاي دي عد، يعني أقول ايها يعني. فأنا عايزة اقول بالقلمان الدكتور كشف عليك يا فحصني. هستبت عندي الجملة دي جملة دي اقول دي لل hoe . جملة دي في الموضع، هبالاو , يقول الدكتور كشف عليك. يعني أنا دلوقتي في الامتحان جائلي بيقول لي استخدم solution فجملة تسرطها معي إيه؟ دي لل town med. أمت رزقت يعني الدكتور كشف إيه علي فأول ما الدكتور يكشف عليك أنت الطبيعي أنت تقوله ده الدكتور قال أنا عايز أقول لك بقى بالعربي أقول طب الدكتور قال لك إيه فأنا عايز أقول بالقلماني ده الدكتور قال أقولها إزاي ثاني كده دير آرتت هاب جيزاكت يعني الدكتور قال وابتدأ حط النقطتين كده benefici التكلمدى نقدر نعمله في موضوع التعبير برضو على طول أقول الدكتور كشف علي خلاص الدكتور قال لي فاقول دير ارتست هات جزاكت وحط نقطتين وافتح قوسين وابتدي في النقط دي هختار جملة من كل الجمل اللي جاية دي اللي هي الدكتور قالها لي بس انا بقولها على لسان يعني بدل ما قوله الدكتور قال اعمل كذا لا ولد الدكتور قال لي انا المفروض اعمل كذا وانا المفروض عندي في الالماني اسمها ايش زل تاني كده اسمها ايه ايش زل فعل زل ده فعل نقص يعني زي وزي المشتن زي وزي المسن يجي معا اخر الجملة فعلة في المصدر فمثلا من ضمن العبارات اللي انا اقدر اقولها في النقط دي ان انا اقوله الدكتور قال اقول ازول دي تابلتين نيمن ازول دي تابلتين نيمن ده الدكتور قال لي انا المفروض وانا ينبغي فعل زل المعنى ينبغي انا ينبغي ان انا اخد العلاج ازول دي تابلتين نيمن نفسي معناها بالضبط مع اختلاف الكلمات طبعا انا لو جيت في الامتحان قلت لك حطيلي في جملة فخلاص انا عرفت جملتها اهي الزول دي وابتديت احفظها وافهمها من خلال حوار قائم انا رايح للدكتور طب انا الدكتور كشف علي فالدكتور قال لي فالدكتور قال لي من ضمن الحاجات العلالة الدكتور ان انا المفروض اخد العلاج طب احط طابلت ازاي في جملة الزول دي قال لي معناها علاج معناها ادوية فاقول ازول ميديتسين او ميديكامنت نيمين نفس الجملة برضو بدل ما اقول تابلت انا اقول ميديتسين او ميديكامنت واستخدم في اخر الجملة نيمين طب انا عايز اقول لك او بالالمانية او عايز اقول بالالمانية ده الدكتور قال لي انا المفروض اكل فاكهة واخدار فييجي في الامتحان يقول لك حطيلي اوبست في جملة او جيموز في جملة او اللي اتنين مع بعض فجملتهم ازول اوبست اند جيموز السن تاني ازول اوبست اند جيموز السن ده انا الدكتور قال لي انا المفروض اكل فاكهة واخدار طبعا خد بالك المصدر بيتغير لما باقي الجملة بيتغير يعني انا هنا لما قلت علاج فاقلت اني مين يأخذ قلت فاكهة واخدار فاقلت اسن يأكل هقول هنا فصر فاكهة مياه فاكهة يشرب فانا عايز احط فصر في جملة اقولها ازاي ازول في الفاسر تنكن ده انا مسلا لا قدروا ظا مريض بالكبل فالدكتور قال لي ابي انصح ان ان اشرب مايا كتير 另外 ازول اشرب مايا كتير ازول ايومين في البيت ازول جوجشنافd اول ازول جوتشلافن ده انام كويس ازول ترابي او الصاتب المفروض اجرب العلاج الطبيعي اول تاني ازولしょ او سبروبيرن. او سبروبيرن فقال معناه يجرب. تيرابي يعني علاج طبيعي. اهو كده اقدر اوظف اهو كلمات الدرس بشكل مبسك جدا. ان انا مثلا لو جالي في الامتحان وقال لي حطيلي تيرابي في جملة علاج طبيعي فاقول ازول تيرابي او سبروبيرن يعني ان انا مفروض اجرب العلاج الطبيعي. ننزل بقى كده نقول نسمع كلام الدكتور ونروح فين الصادلة عشان نشتري العلاج بتاعنا بقى. فعايز اقول بالالماني انا رايح الصيدلية. فييجي في الامتحان يقول لي استخدم كلمة ابو تيكا. صيدلية ابو تيكا. فاقول ايش جهة صور ابو تيكا. انا رايح لايه الصيدلية. طبعا رايح الصيدلية هشتري العلاج او الادوية. فاقول ايش كوف دي ميديتسين او ميديكامنت. ايش كوف دي ميديتسين او ميديكامنت. خلاص هشتري العلاج او الادوية. طب انت بقى سيادتك هتاخد العلاج. طبعا انا خلاص وصرفنا ازاي بالعلمان اقول اخذ العلاج اقول الاي المهنة خلاص انا المفروض اخد العلاج وستيبقى كويس رائعين يقولك استخدمني كلمة gak pedofi فى Bjek agora اقول الحمدالله ب Lalered pregunta انا الحمدالله با regul быть اخبص مرة ام هذا انا اقول لك استخدم كلمة صحة الصحة البومبو الحمدالله طيب ندخل بقى في جزئية تانية كده برضو تخص المواقف خد بالك احنا التجميع دي تجميع المحتوى بتاع الدرس او مواقف الدرس انا هبتدي اجمع المحتوى بكلمات الدرس بمصطلحات الدرس بشكل بسيط قوي في حكاية ازغنانة كده تخليك تبتدي تقدر توظف كلماتك بشكل صحيح لان حفز الكلمات شيء روتيني جدا ومملك جدا ان انا احفظه برا لان انا دلوقتي احفظه متوظف في قلبي كلمات اتبتدي احفظ كلمات وحفظ يخرج الجمل بالشكل بالشكل ممكن اقول له او ام رابع عنده الام في الضهر. هطبعو خشمارتسن عنده الام في المادة. فابتدي اقول له ايه ده? الا اقول له حاجة من اربعة. ممكن اقول له جوت بيسارونج. اسمها ايه? جوت بيسارونج. الف سلام. بالشفاء العاجل. او اقول له روح لي اعمل للدكتور. فاقول له جيت سوم ارست. تاني. جيت سوم ارست. كلمة جي اذهب. في صغة امر كده. جيت سوم ارست. روح للدكتور. او زي ما مصر كلها بتعمل. اطلع له ببرشام كده من شنطتي. شريب ببرشام صغير. وادي له ب فانك هتبقى زي الفل. خد دي. هذا يساعد ضد. ادي له ببرشام اقول له ايه? هذا يساعد ضد. اواعه الجنب كده وحطي ايده على خدي اقول له معلش. يقصفني. يبقى انا عندي اربع حاجات اقدر اقولهم لصاحبي لما يكون تعبان او مريض او ييجي في الامتحان يقول لي ده عنده صدوة عنده مغس. هير فلان عنده كده فاقول له ايه? روح للدكتور. هذا يساعد ضد. او يقصفني. طب عايز تسأل صاحبك عن البيفندن. يعني ايه? عايز تسأل صاحبك بقى في المواقف. يجي يقول لك دو فراجس الناخ. انت بتسأل عنه. او زي فراج الناخ. حضرتك بتسأل عنه. ويجي بعد كلمة ناخ كلمة بيفندن الحال او جزوند هايت السحة. فاقول له ايه? في جيت او في جيت ايس دير. كيف حالك? طب انا عايزة تسأل صاحبي عن الاشمارتسن. الالام خلاص طب عايزة تسأل صاحبي. يبقى دو فراجس الناخ. يجي في الموقف كده يقول لك ايه? دو فراجس الناخ. او زي فراج الناخ. زي ما هنحل مع بعض الموقف حالا. ومن قلب امتحنات سانوية عامة. فدو فراجس الناخ دي نشمارتسن. انت بتسأل عن نشمارتسن. الالام تقول ايه? او عندي سؤالين احفظهم كده. مرة كمان. طيب ما عندك ايه? او ماذا يقول لك? طب لما عاوز اسأل عن الميدسين. نفس الكلام يقول لك دو فراجس الناخ دي ميدسين. دو فراجس ناخ دي ار ميدسين. انت عايز اسأل عن العلاج. فانى داخل الصادلاء واعايز اسأل الدكتور الصادلي. اقل له لو سامحت هو ايه ايه ينفع مع المغس? فقول له مساعد ضد. مساعد ضد. مساعد لي صاحبك ايه? مساعد صاحبك كده? مساعدة تدوله البرشامة كده اتساعد ضد كده. مساعدة لكن انا داخل للصادلاء عايز اقول له ايه ينفع مع المغس? مساعدة وراء جوجية punch تيكي باستساعد ؟�정이 فراء كده وتيجي بعد ال bilo مثل هذا هو الليل الض homelessness 기는' يمكنك إخ 누구 ؟ الذي يدعو مع البage اوه ممكن аقوله بشكل تاني بدل الم الضعBERT مرج 그리고 ketelu يا نبي الليل الامتحان يقولك أنت عيز сталقي صاحبك تنصيحه في diametragen يقول لك إنت بتدي نصيحة أو دي مفلوق هنا مت overlooked. طبعا هي هي. بتدي نصيحة. براو nietpraat يعني صديقك هو اللي محتاج نصيحة. فأنا لما اقصىち أحد دايماً أنقول له دو سولست. دو سولست انت ابن المفروض. المفروض ينبغي عليك. المفروض تاخد العلاق. المفروض تريد لكويسن المفروض. ولكم الأرض أن ينريد تنام. ولما تكون دا أنت محجب نصيحة تحتاج نصيحة فأنت محتاج نصيحة تقول لك صديقك هو محتاج نصيحة ترجمة نصيحة ترجمة نصيحة أم تستأذن لي طبعاً أنا عندي فعل يحتاج هي تستأذن لي تستأذن للنصيحة يعني أريد أن يددك نصيحة فتقول ايه للي قدامك اسأل اقول له تاني اعمل ايه المفروض علي اعمل ايه لكن احنا هنا كنا بنقول المفروض اخو دي لكن انا هنا بقول ايه تعال بقى من خلال الشرح البسيط اللي احنا شرحنا ده ابتدى حل على المواقف من قلب امتحانات السنوية العامة ومن قلب نمازج الوزارة ايجي في وقت واحد بقول لحضرتك ايه دو موش تست دين ترمين ان درن ده انت عايز تغير معاد دين ارس ترمين معاد الدكتور عايز تغيره اقول لك دايما نربوط لي اندرن بفرشيبين زي ما اتفقنا فوق اقول لك اغير معاد هي هي اجل ايه معاد يبقى اندرن فرشيبين فرشيبين اندرن اندرن فرشيبين فرشيبين اندرن يعني انا لو جالي فوق قال لي دو مش دين ترمين او دين ارس ترمين فرشيبين انت عايز تأجل المعاد اقول له دكتور رقم 2 فر اي ان بارين يعني ايه عني اتفق على معاد عنده متاع المساجد فاقولها ايه يعني اتفق على معاد ببراوخن ايه يحتاج والله انت عايز تفعلها معايد فقوله سلام عليكم لو سمحت انا محتاج معايد دموشت الساقين ان ارتست ترمين ابزاجن ابزاجن يعني يلغي اه قلنا على طن ربوتها بايه نشت كومن نشت كومن يعني انا مش جاي فقول ابزاجن نشت كومن نشت كومن ابزاجن طبعا الجملة اللي بعدها دي باستكمالها للجملة هو بيقولك انت عايز تلغي معايد الدكتور دين باينة هنتوت نشت مير فيه لان انت ايدك خلاص ما بقيتش توجعك فتقول والله اشكان يتست دخ نشت كومن انا لأسف ايه انا مش جاي او مش عايز اجي دو فلست دين ترمين انت عايز دين ترمين ابزاجن تلغي خلال نفس اللي فوق بس بصيفها مختلفة خلاص انا عرفت ان انا هربط ابزاجن بنشت ايه كومن او اشكان لايضا هويت لايضا نشت كومن انا والله مش هقدر اجي النهاردة دو فراجس ناخ انت بتسأل عن خلاص بقيترامه انت بتسأل عن اختار سؤالة لحسب الكمة اللي بعد تنخ لها كلمة ميدي تسين العلاج فدو فراجس ناخ دير ميدي تسين انت بتسأل عن العلاج ايوه اقول ايه فاس هلفت جيجن اقول ايه فاس هلفت جيجن ماذا يساعد ضد وبعد يجي جن انهوا كلمة قب فيش ميرتسن طبعا دين متغيرة لكن الثابت عندي هو فاس هلفت جيجن ماذا يساعد ضد نمر زكس انفلوانز طب دا عنده قوله اه حاجة من الاربعة روح للدكتور الف سلامة هقوله اه دس هلفت جيجن هايزة يوسعى الدب او هاي روح للدكتور هاي اللي هي جي تسوم اردست جي تسوم اردست خلاص طبعا كلمة دوخ دي كلمة كده حشو يعني فوسط الكلام كده اسمها فول فورت يعني بالنسبة لي ملهاش لازمة انا الاساس عندي ان انا اقول جي واقول تسوم اردست يعني اذهب الى الدكتور نمر زيبن دو فاجست اين فغيند انت بتسأل صديقي بقى انا اختار سؤال على حسب الكلمة اللي بعدناه خليها كلمة بسأل صاحبي عن الحال فاقوله ايه بالضبط كده في جيتس اقوله ايه في جيتس اه في جيت اس دير طب انت بتقول اس است درينجند درينجند يعني حالة ايه طارية اه يبقى الدكتور قالك ايه ده مفيش مواعيد والله يبقى انا رابط درينجند بكلمة كاين ترمين فغين للأسف مفيش مواعيد ايه فاضيه يبقى درينجند كاين ترمين كاين ترمين درينجند نمر نوين دو براوخست اين ترمين باين فغيزور انت محتاج معاد عند الكوافير فهتقول ايه سنوية عام 2017 السنة اللي قبل اللي فاتت فاقول ايه شمشت طبعا انا محتاج معاد عند الكوافير فاقوله ايش مشت اين ترمين ايه فير اين باغن ده انا محتاج ان انا لو سمحت انا عايز اتفق على ايه معادي بقى انا رابط دائما براوخن طيب هنا رابطة الحسة بالشيء اللي عندي فيه مشكلة يعني هنا بيقولك في الامتحان انت بتقول ايش كان نشت جود زين ايش كان نشت جود زين لو الله انا مش عارف اشوف كويس انا مش شايف كويس يبقى ايه اللي بيقول مك باين ساق ولا هالس رقبة ولا او جن عين لا بالزبط كده او جن عين يبقى داين او جن تون في بص هنا قلنا تون في لان او جن جم سنوية عامة 2017 دورتاني نمر الف اش كان لا يدر نشت كومن والله للاسف انا مش هادر ايه 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 نشت ايه كومن يبقى ربطة على طول برافو عليك بايه ابزاجن يبقى نشت كومن ابزاجن ابزاجن نشت كومن نمر اتس فالف دو بست باين ارست انت عند الايه الدكتور وهنا برضو جزئية مهمة او بتبقى محل السؤال دي سنوية عامة 2016 دورتاني حتة ربط المكان بالكلام اللي يتقالي يعني انا لو في السوبر ماركت مثلا واقف في السوبر ماركت فهتداد اطلب حاجة تخص السوبر ماركت خلاص انا مثلا في الريستورانت المطعم فاقول له مثلا دي شبايسة كارت بيت ممكن قايمة المأكلات من فضلك او ممكن اطلب اكل فانا هنا في الموقف ده بقول لي سيادتك دو بست باين ارست انت عندي الايه الدكتور فهتقول له شمشت مدت سينش تديري انا عايز ادري السب لا طبعا هقول له الدكتور الشكوى اللي عندي فاقول له مين هالسة توت زير في مين هالسة توت زير في لو الله اذا انا ايه رقابتي بتقلمني جدا نمر بغاية سين سنوية عامة 2016 برضو دور تاني انت بتقول ايش هست انا بكوح يبقى اين فرغوين دفراتي يبقى صديقك سألك قالك ايه بالزبط كده فاس هست دو عندك ايه او فاس توت في ماذا يقول لك لو كانت موجودة وما نفعش طبعا يجيب لي اختيارين ايه صح فهو هنا جايب لي فاس هست دو اللي ايه معناها عندك ايه نمر في رتسين دو مش تستقينة ترغبي مخن انت عايز تعمل علاج ايه طبيعي ميش خد بالك ده انه لازم انقرأ دايما الموقف للاخر روابية هنا بيقول لانت عايز تعمل علاج طبيعي بس رجع قال لي و بتسأل خد بالك هنا ما اكررش دو لان الرابط عنده امكانية نربط جملتين بنفس الفاعل اللي هو مين دو فبدل ما يقول لك لقال لك وبتسأل على طول طب انا بسأل عن الايه عن البيجين طبعا انا بسأل عن بيجين اللي هي معادي البداية فاقول فانفينجت دي ترابي ان فعل فينجت ومعا ام في اخر الجملة ده اسمه فعل منفصل كان عندي سيادتك في تانية سنوي يعني يبدأ فانفينجت دي ترابي ان يعني متى يبدأ الايه الى علاج الطبيعي سنوي عام سودان 2017 نمر 15 باينفغويند حات اوغن اشمارت سين صديقك عنده علام فين في القزو هتقول له ايه ايوه جيت سوم ارس صلاة ما بيشتكي من حاجة اقول له روح له الدكتور جوتب بيسارونج الف سلامة تود ميلاي ديو اسيفني وهكذا يبقى جيت تسوم ارس نمر 16 اشكان ياتست دخ نشتكمن والله للأسف انا مش هاق درجة دلوقتي قد بالك هنا دي تكة كانت موجودة في امتحان السودان 2016 وجات في نمازج الوزارة السنة اللي فاتت ان الطالب شاف نشتكمن فيقول لك ابزاجن عشان كده طبعا لأ انا بقول لك ايه رو السؤال الاخر لان في جملة بعدها او سؤال بعده غير نطاق الكلام خالص انا بقول له واحد والله للأسف انا مش هاق درجة دلوقتي فالطبيعي ان انت كده تفكر ان انت بتلغي المعات لا ده سأله سؤال بيقول له هو طب بالنسبة للنهارده بالليل ايه الاخبار يعني مساء اليوم اه ده كده بيعمل ايه ده كده بيأجل معاد يا هير ما بيلغيش المعاد يبقى اختار على طول اللي هي ايه ده انت كده عايز تأجل المعاد نقف لحد هنا كده وقول لكم النهارده أتمنى ان يكون النس استفادت بمحتوى الدرس بتاع النهارده بطريقة الشرح وبطريقة العرض واراكم قريبا على خير وكان معكم هير ياسر عطا مدرس اللغة الالمانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته